اهلا بكم فقارات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات مايك فغالي المهمة جدا والكملة للعالم العربي لعام 2022 وخصوصا الدول العربية وهو سمى هذا العام الى الطراب ومن الطراب وطبعا حابة احييكم وقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين هلاص فضلنا كمساة على العام الجديد عشان كده قبل ما نبدأ حابة افكركم سريعا بالاشتراك تفعيل الجرس وايضا لايك وشير للفيديو لو عجبكم الحقيقة الاستاذ مايك فغالي حابين كمان احنا نوجه له التحية والتقدير على التوقعات المهمة والخطيرة لهذا العام تعالوا مع بعض نشوف التوقعات على طول العالم كله فيه الطراب من هم سمينه الطراب ومن الطراب ولكن من الطراب تخرج الحياة والخير وشبه اللبنانيين عاملين زي حبة الامح المغروزة في الطراب ولكن هيخرج منها السنابل متحبة للعالم عام 2022 فيه سواد ولكن بينتقل من العالم العربي الى العالم الغربي الاوضاع الفلكية هتبدأ بالتغيير الايجابي بين لبنان وسوريا وما فيش حاجة هدوم الايجابي او السلبي فالعالم مقسوم نصين بعد الايجابيات سلبيات وبعد السلبيات ايجابيات صيف 2022 هيكون سلبي عالميا والنور لن يكون مصدر الحياة بين الشمس والامر والارض هنالك ما يعكر الصفو يا ترى ايه اللي هيحصل الله اعلم اوروبا احد مدنها سيكون كمدينة اشباح بين السماء والارض وبين البحر والارض وخصوصا الموضوع ده هنشوفه بقثرة في فرنسا اكثر من فيروس جديد في انتظار العالم والحرب هتكون بيولوجية وتكنولوجية وقال كمان ان شايف تشنجات واكتياحات وحروب في العالم هنخش بقى على الدول ودي اهم حاجة توقعات ما يكفي غالي للدول اول دولة هنبدأ بيها يا لبنان قال شيء غريب عجيب هيبدأ في شهر الشباط او فبراير اذا جمعنا الارقام 22-2022 بتلاه عشرة ولو احنا شننا منها السفر بيبقى رقم واحد بمعنى قرار رقم واحد او بيان رقم واحد او القرار المهم هنشوفه في شهر فبراير قال كده بمعنى ان القرارات التي ستؤخذ في شباط او فبراير قد تؤدي الى اختيالات كبرى على صعيد سياسي قضائي شعبي ولكن القرارات محقة بالرغم من الاختيالات والفوضى اللي هتحصل بسبب تلك القرارات كمان بيقول اتمنى ان السياسيين والعالم يكون عندهم الجرأة في الاعتراف بان اسرائيل منفجر مرفق بيروت بيكون تلت اربع السياسيين يقام في السجون والباقي هيختار المنفع امريكا مستعدة تدي لبنان اللي هي عايزاه وكمان ايران علشان يقفوا قصاد الصين زي انها بتقول رايحوني من الشرق الاوسط وخلوني اقضي على الصين يعني هتبتدي تفك ادها شوية من على الشرق الاوسط ويكون تركزها مصبوب اكتر على الصين مطلع العام حذر وتشنجات كبرى وما من احد اكبر من القانون والخلافات على الملأ في الحزب الواحد وكل الاحزاء والطيارات هنقسموا على بعض لاسباب سياسية داخلية وخصوصا الانتخابات البرلمانية القادمة كل ده هيبان فيه احنا شعب ما ينفعش معانا الحرية وابناء الابناء هم اللي هيمسكوا البلد يعني ما فيش فايدة يعني انتوا مش راضين بحكم السياسيين الموجودين فهتقولوا احنا هنغير الدنيا مش بغيروها او هيجيبوا ابناءهم يعني اللي زيهم في الانتخابات اللي جاي يعني ما فيش اي فايدة هتحصل الافضل ان هم هيتشالوا كلهم ويجي ناس غيرهم بين الانتخابات وتأجيل الانتخابات وطعون الانتخابات هناك حل وسط يستاء منه كثيرين من الشعب اللبناني الحر على الارض ونتيجته هتظهر اقصر في الانتخابات موجات هجرة من الداخل الى الداخل وبين اكتياح والاكتياح المضاد والكلام ده بنتكلم فيه على مدار سنة او سنة ونص هنشوف مطار بيروت ام الاحداث ومحيطه طبعا ومش هيقدروا يخبوا ما ستفعلوا اسرائيل هذه المرة كله هيكون تحت الدوق يعني هنشوف فيه لغبطة داخلية داخل لبنان وكمان اكتياح موجات هجرة من الداخل الى الداخل ومن الخارج الى الداخل بعكس ما هو متوقع وكل من كان عدو او عمل عقوبات على لبنان هيندم مع العلم ان هناك عقوبات هتتفرد وعقوبات هتترفع على نفس الشخص خصوصا شخص سياسي يعني هو بتكلم كمان على عقوبات للاشخاص ومش بس على لبنان سجون جديدة هتفتح او زنزانات في سجون لم يدخلها احد هتكون من نصيب مهمين بين سياسيين واعلاميين ورجال دين وحقوقيين في اربع غرف هتساع من 12 ل 15 شخص هيكونوا موجودين في سجن روميا عودة جزء كبير من الاموال المحجوزة في البنوك ولبنان بين الامس واليوم التاريخ يعيد نفسه بجميع المقاييس سين سين الى الوجهة من جديد وياريت اللي فاهمين من اخواتنا اللبنانيين يوضحوننا مين هو سين سين ولا يقصد حزب ايه مشهد مألوف وكأنه فيلم بيعاد على الصعيد السياسي بغير مخرج والكون بارس واحد والقصد من الكلام ده ان الانتخابات هتتعاد هي هي وكان الاخراج معروف انه امريكي وبقى روسي دلوقتي والكون بارس بمعنى الناس اللي كانوا موجودين قبل كده هيفضلوا هما هما او على الاقل هيغيروا الناس ولكن هيجي نفس الاشخاص بنفس الطيارات يعني مفيش فايدة ومعنى ان هما كون بارس يعني ملهمش كلمة عبارة عن اداة بيتحركوا في ايدين اللي مساكوا الدولار بين سعود وهبوط وضعاف النفوس يخسرون ولعبة الدولار تكتشف ويحاكم فيها حاكم وضعاف النفوس هنا بيقصد بهم اللي عملين يشتروا لما الدولار يعلى ويبيعوا لما الدولار بيقل هما خسرانين واللي هيتحاكم فيها حاكم والمنصات التركية تثبيت سعر الدولار بطريقة يعود بها الى مجد لبنان وازدهاره فك الحصارة على لبنان ونفطه وحدود جديدة تبدأ بالترسيم والكلام ده ممكن يحصل من يوم لتمنتشر شهر كأقصى وقال اعمتا ممكن ما يعدش الاثناشر شهر كمان منعطف خطير امام لبنان وقرارات مهمة على صعيد لبناني عالمي رسالة شديدة اللهجة من الفاتيكان الى لبنان بمحبة لقاء الاديان يبصر النور في لبنان وبين تمديد وتأجيل وحداد من سيكون رجل المرحلة بعد الجبل الغسيل والشطف يبدأ من فوق لتحته من جوه البرة وخلافات داخلية الى العلن وبخاف اكثر على الخلافات اللي هتحصل داخل الاحزاب المسيحية لانها هتكون معلنة بشكل صريح بين شمال لبنان وجنوبه كلمة واحدة لن نر دخل الاحتلال وبين الحدود البحرية والحدود الجنوبية والحدود الشمالية اسرائيل في مغامرة جديدة هتكلف الكيان نقطة وجود لبنان اخر من يوقع علنا ولكن ماذا يجري في الكواليس واين اصبح التوقيع خلايا ارهابية بتكتاح الشمال هتكون تبعة لدولة بس اوه ما ذكرش انه دولة دي ايه ايه والرئيس ميشال عون لن يرضى التمديد ولكن لن يسلم البلد للفراغ اه هيمشي ولكن مش هيسيب البلد محدش حكيمها يعني اكثر من زلزال دي بقى القطعة دي مش خاصة فقط بلبنان ولكن خاصة بالمنطقة فلازم ان اللي اسمعوني ياخدوا بالهم جدا من الكلام ده اكثر من زلزال هيأتي الى لبنان منه خضة من الخارج بتتأثر بها يعني في زلزال هيحصل مش في لبنان وهتتأثر بها لبنان وفي زلزال تاني هيكون الاقوى بيفكرنا باللي حصل في لبنان سنة 1958 والزلزال دي هتكون لها علاقة بالصدع الموجود في البحر الميت والكوس الكبروسي واثاره هتكون مميتة خصوصا بفلسطين المحتلة لتذكرهم بما فعلوا بنا وقال برضو ان اثاره هيحس بيها سوريا لبنان ايران ابروس وهتكون مدمرة برضو على العراق بشكل وحش وزلزال اخر شايفه هيحصل في الجزائر واتكلم المد المائي هيغرق او هيغرق بعد المدن ده بعيدة عن الزلزال اللي هيحصل في المنطقة دي عمتا في العالم العربي او كالطبيعة اللي هتأثر علينا في العالم العربي ربنا يحمي طبعا كل الدول من اثار ذلك الزلزال المميت سوريا بالنسبة لدولة سوريا ازدهار كما كنا نقول دائما وتوقيع عقود كما كنا سابقا العملة السورية الى تحسن لن تقتصر الزيارات الرسمية على الوزراء والدبلوماسيين فقط بل على رؤساء وامراء بارزون وسوريا يزرون سوريا من بينهم رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيكون لي زيارة خطفة الى لبنان واتفاق بين الجيشين المصري واللبناني صفحة جديدة تتفتح وترحيب كما كنا سابقا سوريا هتكون في جامعة الدول العربية واجتماعها هيكون في اعرق واقدم المدن في التاريخ بدمشق سوريا ارض مقدسة وسدنايا الى الوجهة وابهار العلم الى الوجهة وابهار العالم حيث ستكون حديث العالم وارض مقدسة للحج وده مش بايد الناس ولكن بايد الله هو قال كده بين الداخل والخارج بين بحير التبرية والجولان افاق وسعة ما لنا هو لنا وما لكم هو لكم اتفاق هيحصل بينهم اكثر من بيان رسمي هيصدر وعفو عام واعفاءات كبرى ورسمية وده يجعلنا نرى حكومة جديدة بسوريا من المعارضة ومن الاسماء البارزة جدا من زمان اتكلمنا عن حرف الميم وحرف الطه اسم يعود الى مركز مهم دلوقت اقدر اقول لكم مين هو هذا الشخص قال مناف طليص ونبه السوريين ان هم يفتكروا الاسم ده كويس كامل الاراضي السورية تحت السيطرة والعفو والمسامحة من شام الكبار ومن ضمنهم مسامحة لبعض السياسيين اللي كانوا موجودين في قطر السعودية الخليج لبنان حتى الذين اهانوا الرئيس بشار الاسد هيسمحهم مفاجأة لاوروبا ممكن زيارة رسمية للرئيس السوري او مشابه نخش بقى على الخليج وخصوصا الامارات قبل ما نخش على الدول قال حاجة مهمة جدا للدول الخليجية اكثر من خطة طبيعية ومصطنعة خارجة عن السيطرة واهوال الطبيعة تسيطر على الالسن من نسبة الامارات اتكلم وقال ان في تطورات تكنولوجية كبيرة جدا هتتميز بها الامارات وما رح يقف الامر عندهم على مزبار الامل في المريخ هيكون عندهم امر اكبر من المريخ وبيكونوا نكحين جدا في المرحلة القادمة وسرعان ما تنهض وهذا ما يجعل لها اعداء كثيرين من الداخل ومن طبيعتها العربية بمعنى هنشوف منافسة عربية قوية جدا وشارسة ضد الامارات ولكن سنرى اكثر من دولة بتنفسها مش بس السعودية الامارات تبدأ في اقامة فرع من المحكمة العربية وهيكون فيه فرع بمحكمة لهاية دولية موجود في الامارات تختص بامور وقضايا الشرق الاوسط بالنسبة المملكة العربية السعودية قال مايك في غيري السعودية امام امتحان صعب وبأحلك الظروف ولكن بحكمة وحنكة وليه العهد هيكون بالمرصاد وهينجي السعودية من اكبر عملية ارهاب ونصب الشعب السعودي في صدمة بين مصدق او اشاعة ولكن الامر قد حسم الملك او الملك بالتسليم وليس بالوفاة الملك بالتسليم وليس بالوفاة 2030 او في وجه الامراء وكان فيه مشكلة وحبس او بطريقة غير يعني مباشرة او حساب فهو شايف ان الشكل ده او المنظر ده هنشوف جوه لبنان يعني على قد ما فهمت ويا ريت تشاركوني رأيكم في الموضوع برضو انا فهمت صح ولا غلط كمان قال هيئة النهي بالمعروف هتقوم على ولي العهد هتقوم على ولي العهد ولكن سيكون اقوى منهم ويحبطهم بالنسبة لليمن اجمالا اليهود قدس فلسطين ليس لهم لكن مملكة قادش لهم اللي هي الحديدية في الوقت الحالي لو بتلاحظوا ان اقصر المعارك في الحديدية موجودة في الوقت الحالي كلام ده كلام واكف غيلي اتفاقاتها تحصل واليمن الى الاستقرار واعادة الاعمار والازدهار ومن خرب اليمن يعيد اعمارها مصالحات كبرى بين الخليج واليمن واليمن يمنين خصوصا البوادر دي هتبدأ في 2022 وهذا الشيء نقدر نقول هيريح وهيهدي الوضوع شوية يعني اليمن هتبقى ماشية بطريقة الكونفدرالية كده وده هيكون احسن بكتير بالنسبة لها مش بما معنى ان احنا هنشوف اليمن دولتين ولكن هيكون في كونفدرالية بمعنى ان كل اقليم بيحكم نفسه بقوانينه ولكن تحت مسمى دولة وحدة وده هنرجع نشوفه تاني مش بس في اليمن ولكن ايضا في لبنان بالنسبة لدولة فلسطين المحبوبة لدى مايك فغالي بيقول الى شعب فلسطين الكرام اقول لا تتفجؤوا اذا رحلوا الصهينة عن اردكم هيمشوا من اردكم لافريقيا وافريقيا هي الوجهة الجديدة وخصوصا جنوب افريقيا والويل لهم مادة السيليكون تعود الى الواجهة وعودة فلسطين الى الفلسطينيين اليهود والمسيحيين والاسلام والقدس مهد الديانات السماوية ولكن من سيكون راعي هذا الحدث مروان البرغوثي الى العلن من السجن الى اعلى المناصب جنيسة الخيامة هي الحديث والحدث حول العالم هل سيترك العرب فلسطين تحكم نفسها لن يتركوهم مش من مصلحتهم دي جملة خطيرة جدا دي جملة خطيرة جدا بالنسبة المملكة الاردن اه اتكلم برضو مايك في غالي وقال اكثر من غيمة سودا ولكن بحكمة الملك تنجيهم حيث الامور ستتعقد والسبب وراءه تركي عربي على ارض الاردن وناشد الشعب الاردني الاصيل الوقوف بجانب الملك لاعادة السيطرة ولي العهد امام اول امتحان مفتاح القدس امانة بيد المملكة الهشمية بيرجعوا يردوها الى اهل فلسطين ليحكموا حلهم ولكن هل يقبلوا باقي العرب وتكلم وقال المملكة الهشمية وما قالش الاردن لان المملكة الهشمية راح تتطور وتتوسع بالنسبة المصر تحية طبعا لكل اهل مصر وكل اهل الدول اللي احنا تكلمنا عليهم قال قلبي مع مصر في دمعة حزن ودمعة فرح وضريبة كبيرة تدفعها مصر الحدث والحديث على احد المطارات والقاهرة في عين الحدث ربنا يستطل ان شاء الله تفوق الجيش المصري هو سبب الضريبة الاولى المياه والبحر تهديد صريح لمدن مصرية مصر تتصدر المشهد العربي والجيش المصري لأول مرة خارج اراضيه الحقد الدفين يحصد ابرياء واصابع الاتهام تركية والمظاهرات لن تفلح السيسي سد منيع حيث حقد المنظمات اللي كانت حكمة في مصر عاوزة تخلق حرب طائفية ولكن الجيش المصري يقف بالمرصاد ربنا يحميهم يا رب ويرجع يلم الامور زي ما لازم تتلم اخبار عمر دياب تشغل الصحافة والجمهور تدمع عينيه حزنا ولكن مفيش موت يعني هو بيطمن الناس ان الموضوع يحزن ولكن مش هيصل لطرجة الموت يعني الاهرامات شبه خطر حواليهم الاهرامات فيه شبه خطر حواليهم والانتباه كبير وزي ما حكينا من قلب الاهرامات فيه مفاجآت والمفاجأة الحالية هتكون في الاهرامات حتى لو حصل شيء على صعيد الطبيعة او الارهاب فيه عدة امور هتظهر الى العلن وهناك يبدأ الخلاف بين العلم والدين لانا الاهرامات هي الوحيدة اللي بتأكد لكم ان فيه عالم خارجي والهرام مش مقبرة ده عبارة عن محط التوليد كهرباء وهو اللي كان بينور منارة سكندريك يعني بينور العالم ده على حسب كلام ما يكفى غالي البحرين او مملكة البحرين اتكلم وقال البحرين بين المواجهات والمظاهرات وخض تدان عالميا والمطار وجهة بلا مدخل بدون تفجير او اي عمل ارهابي ولكن هيكون بلا مدخل وده بيحمل معنيين بمعنى ان الابواب مفتوحة للعالم او من الممكن ان تسقط الوجهة ويبقى المدخل موجود وبعديها ذكر جملة كده والحد يفهم على فكرة قطر هتسبح مملكة وهي كانت زمان تبعة على البحرين واستقلت ولكن عشان تكون مملكة لازم يكون لها حجم معين الملك وتحديات صحية وسياسية تبدأ باشاعة وتغضو حقيقة وبيقول ولي العهد قدها وادود الكويت عصفة جديدة بين مجلس الامة واحكام لا ترحم امير الكويت ومصار السلام اثر على صحته او هيؤثر على صحته ولكن هيكون موجود تغييرات حكومية كبرى مرة ومرتين والمشاكل الكبرى بمجلس الامة الكويت ضحت وبالضحي من اجل الكرامة ولازم شعب الكويت ينتبه على احد جيرانه يعني يخلي بالهم من جيرانهم بالنسبة لقطر احد محطات تلفزيون ومقدم مشهور هيسبب ازمة لتحمد عقباه ولكن سرعان متى تدارك الامور النجاح حليف قطر النجاح حليف قطر و2022 ده يخلو الامر من الامور الامنية واللوجستية وتنتقل العدوى من لبنان لقطر في الامن الاستباك يعني كلنا عارفين نما بنشوف دولة فيها مشاكل معناها انهم عايزين يقللوا من حكم الملك او من حكم الرئيس اللي موجود فيها ونشوف الكلام ده بيحصل برضو في قطر فلازم ياخدوا بالهم احباط محاولة زعزعة امن المونديال دي كانت التوقعات اللي تقالت للدول العربية انا عارفة في دول لسه ما تقالتش زي تونس المغرب الجزائر ليبيا والسودان وفي دول عالمية زي ايران وتركيا وامريكا واروبا كل ده هنشوفه في الفيديو التاني حبيت بس ان انا اذكر لكم كل الحاجات دي اتذكرت على الفيديو الاساسي اللي الاستاذ مايك في غالب في ساعة وعشر دقايق احنا اختصرناها وقلنا التوقعات مش اختصرناها بمعنى شلنا منها ولكن قلنا فقط التوقعات في حوالي عشرين دي شكرا لهندراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين ما تنسوش يا جماعة زي ما انا قلت لكم يا ريت يعني ان انتم تشتركوا معنا تفعلوا الجلس علشان تقدروا تتابعونا وان شاء الله هننزل الفيديوهات اللي جاية لمشال حيك وليل عبداللطيف شكرا واشوفكم بخير وكل سنة وحضراتكم طيبين